أمر الثاني رحمة الله على زوجتك و أسأل الله عز وجل على فعليين و أبشرك و أبشر أهلها بأن لي تموت في النفاس في الجنة بإذن الله و أن من الشهداء فقد صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أن المرأة التي تموت بالولادة يجرها جنينها بسرره إلى الجنة يعني حبل السرة يوم القيام يجرها بسرره إلى الجنة فهذه نعم من نعم الله فزوجتك ماتت شهيدة و أبشر أهلها و أخبر والديك أيضا و هذه نعمة من نعم الله أن الله عز وجل ختم لها بخاتمة خير ما دامت الحمد لله من أهل الإسلام و التوحيد